في إطار الزيارة التي يجريها إلى مملكة البحرين قام فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديفة الصديقة بزيارة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين مساء أمس ولدى وصول فخامته إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية كان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والوزراء والمسؤولين وأكد معاليه أن زيارة فخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح إلى مجلس التنمية الاقتصادية تنبع من أهمية الدور الذي يطلع به المجلس كونه أحدى المؤسسات الوطنية الداعمة لمسيرة الخير والنماء التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ويعبر عن النظرة الاستشرافية الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأشار معاليه إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل مع شركائه على تنفيذ مبادرات ومشاريع ترمي إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنوعه على نحو يسهم في بلوق المملكة رؤيتها الاقتصادية 2030 واستمع فخامته في هذا الصدد إلى عرض قدمه السيد علي المدافع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية صلت فيه الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في مملكة البحرين وإلى جانب الدور الذي يقوم به المجلس في استقطاب الاستثمارات وما يقدمه المجلس من خدمات وفرص للمستثمرين في المملكة والجهود التي تبدلها المملكة على صعيد التنوع الاقتصادي والتي تكللت بالنجاح كما تناول العرض التعريف بخطة التعافي الاقتصادي وجرى خلال الزيارة الإشادة بمستويات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية المالدي في الصديقة كما تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المقدمة في كل البلدين ترجمة نانسي قنقر